بسم الله الرحمن الرحيم معكم مدرسة مادة الاقتصاد ثورة لطيف جاسب للجامعة التقنية الجنوبية المعهد التقني للأعمارة وزم التقنيات المحاسبة المرحلة الأولى السلام عليكم طلاب العزاء محاضرة الرابعة هي العرب نتعرف على مفهوم العرب العرب هو كل ما معروض من السلع الأسواق وبأسعار مختلفة خلال فترة زمنية معينة فإن الهدف الرئيسي للمنتج هو الحصول على أكبر قدر من الأرباح بأقل التكاليف نجينا إلى تعريف العرب يعرف بأنه الكميات المختلفة من سلع عمل يكون البايعون راغبين ومستعدين لبيعها بالأسعار البديلة المختلفة وفي فترة زمنية معينة مع بقاء الأشياء الأخرى على حاله وتكون الكميات المعروضة دالة في السعر بمعنى أن السعر يتغير أولاً وعلى ضوء ذلك تتغير الكميات المعروضة العوامل المحددة للعرض عدنا مجموعة من العوامل تحددنا عملية العرض عرض السلع أولاً سعر السلع المعنية عندما يرتفع سعر السلع يزداد العرض مع بقاء الأشياء الأخرى على حاله أي أن العلاقة بين السعر والكمية هي علاقة طردية ثانياً الظروف الطبيعية أكيد عندما تكون الظروف ملائمة للزراعة مثلاً يزداد العرض خاصةً في الإنتاج الزراعي حيث يزداد عرض المنتوجات الزراعية في المواسم المنظر ثالثاً الفن الإنتاج الإنتاج السائل أي التكنولوجيا المستقدمة في الإنتاج إذا كانت متطورة وحديثة يزداد العرض وإذا كانت بدائية يكون العرض أقل أي لأن التكنولوجيا تؤدي لها سرعة زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف يعني زيادة الربح وزيادة عرض السلع رابعاً تكاليف الإنتاج إذا كانت تكاليف إنتاج الوحدة الواحدة من السلع مرتفعة يكون إنتاج السلع محدود ويقل عرض أكيد لأن هدف المنتج هو تحقيق الأرواح خامساً توقعات المنتجين حول الأسعاف في المستقبل إذا كانت توقع بالزيادة يقل العرض في الوقت الحاضر يعني عندما يتوقع المنتج زيادة الأسعاف المستقبل فإنه يقوم بخزن السلع لحين تضع الأسعاف وإذا كانت توقع بالانخفاض في المستقبل يقوم المنتج زيادة العرض أي إذا توقع المنتجي انخفاض الأسعاف في المستقبل فإنه يقوم ببيع كل ما لديه من سلع تحسب وانخفاضها في المستقبل سادساً عدد المنتجين والطاقة الإنتاجية إن زيادة عدد المنتجين والطاقة الإنتاجية أيضاً تؤدي إلى زيادة العرض أي يعني الطاقة الإنتاجية أكيد عندما يزداد أعدادها إلى زيادة الإنتاج سابعا الفترة الزمنية وهي من العوامل المحددة للعرض وخاصة في المنتوج الزراعي أي أن زيادة عرض مادة غذائية يتطلب فترة زمنية أي موسم الزراعي معين لغرض زيادة عرض الحفوق مثلا قانون العرض مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها فإن بايعون يعرضون كمية أكبر من سلع مام إذا ارتفع ثمنها وكمية أقل إذا انخفض ثمنها أي أن العلاقة طردية ماضية السعر والكمية المعروضة عدنا جدول العرض هو سلسلة من الكميات التي يكون البايعون مستعدين لعرضها مقابل الأسعار المختلفة المتاحة في فترة زمنية معينة مع بقاء العوامل الأخرى على حالها مثل إيش العوامل الأخرى على حالها تبقى المواد الأولية، الأجور وغيرها وتكون الكمية المعروضة دانة للسعر بمعنى أن السعر هو الذي يتغير أولا وعلى ضوء ذلك تتغير الكمية المعروضة منحناء العرض هو عبارة عن جدول يوضح العرض في شكل بياني حيث يتمثل السعر على المحور العمود والكميات المعروضة نسل على المحور الأفقي في هذا الشكل فإن منحناء العرض يرتفع من أسفل إلى أعلى ومن اليسار إلى اليمين مبين العلاقة الطابية بين السعر والكميات المعروضة حيث كلما أزداد السعر زادت الكميات المعروضة أي أن ارتفاع منحناء العرض يكون موجد كما أن ارتفاع السعر يحفز الباعين الحالين على زيادة عرض السلع وأيضاً يحفز الباعين جدد على دخول السوء ولذلك يزداد العرض أخذنا مرونة الطلب السعرية نجينا إلى مرونة العرض السعرية نعرفه بأنها مدى التغيرات النسبية في الكميات المعروضة لسلع ما استجابة للتغييرات النسبية في ثمن السلعة نفسها ويمكن قياسة بغانون الآت معامل مرونة العرض مساوينا تغييره النسبي في الكميات المعروضة على التغييره النسبي في السعر أخذنا خمس حالات لمرونة الطلب السعرية واليوم رح ناخد أيضاً خمس حالات لمرونة العرض السعرية لحالة الأولى مرونة عرض متكافل قد ما يكون التغيير النسبي في الكميات المعروضة لسلع ما مساوي أن التغيير النسبي في الثمن يكون معامل المرونة يساوي واحد أي أن التغير النسبي بالكمية المعروضة يساوي أن التغير النسبي في الساعة الحالة الثانية عرض مرن عندما يكون التغير النسبي في الكمية المعروضة بسلعة ما أكبر من التغير النسبي في الثمن يكون معامل المونة أكبر من واحد أي أن التغير النسبي في الكمية المعروضة أكبر من التغير النسبي في الساعة ثالثاً قدنا عرض غير مرن عندما يكون التغير النسبي في الكمية المعنوضة للسلعة ما أصغر من التغير النسبي في ثمن السلعة يكون معامل المهونة أصغر من واحد أي أن التغير النسبي في الكمية المعنوضة يكون أقل أو أصغر من التغير النسبي في السعر الحالة الرابعة عرض عديم المهون عندما لا تتغير الكمية المعنوضة مهما تغير الثمن هنا الكمية ثابتة والسعر يتغير يكون معامل المهونة مساوية للصفر مثل بعض المنتجات الزراعية التي تنتج في فصول معينة ويصعب خزنها هنا يعني مهما تغير السعر لا تتغير الكمية معامل المرونة مساوي صفح الحالة الأخيرة والخامسة أرض دام المرونة تتوطر كميات غير محدودة للبيع من سلعة معينة وبسعر معين ولا تعرض أي كمية مهما كانت قليلة بسعر أقل من السعر الساعد يكون معامل المرونة لا نهاية مثل المياه المعدنية من الينابيع فيها تكون الكميات غير محددة والسعر ثابت أي معامل المرونة تكون ما لا نهاية وبهذا نأتي على ختام حاضرتنا نهاية اليوم وشكرا